الآن نتحور إلى القدس ونضم لنا من هناك مراسل التلفزيور العربي عدنان جان أهلا بك عدنان إذن أود أن أسألك عن ما تحدث به الجيش الاحتلال عن حصيلة جديدة لأعداد القتلى الذين سقطوا يوم أمس في المعارك الدائرة في الشجاعية تحدث عن ثمانية من الضباط والجنود الذين سقطوا في أحد الكماء التي نصبتها المقاومة هل صدرت أية ردود دفعا داخل إسرائيل حول هذه الأعداد الكبيرة مرحبا يحيى الصباح مؤلم وصعب للغاية هكذا تم وصف الوضع هذا اليوم من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل بعد الإعلان عن سقوط ثمانية قتلى من الجنود والضباط في معارك قطاع غزة ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي أن هناك ثمانية قتلى بينهم ضابط وهو قائد الكتيبة 13 في فرقة جولاني سقطوا في المعارك في منطقة سبعة منهم في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة إثر كمين محكم نصبته فصال المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة حيث دارت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والمجموعة الإسرائيلية تم إلقاء قنابل على هذه المجموعة وأيضا استهدافهم بالنيران ما اضطر هذه المجموعة إلى الانقسام إلى مجموعتين وأحد هاتين المجموعتين دخلت إلى أحد المنازل في حيئة الشجاعية ولكن هذا المنزل كان مفخخا من قبل فصال المقاومة الفلسطينية وتم تفجيره بهم وحين أتت أيضا فرقة أخرى لمساعدة وإنقاذ هؤلاء الجنود أيضا تم استهدافهم بالنيران والقنابل وأيضا تفجير هذا المنزل الذي كان مفخخا ما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ربما مكان سقوطهم يحيى له دلالة كبيرة وينسف الرواية الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن سيطرة على المناطق الشمالية في قطاع غزة وحين نتحدث عن سقوط هذا العدد من القتلى في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي في أشجاعية فهذا ربما ينسف الرواية الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن شبه سيطرة لقوات الاحتلال على المناطق الشمالية في قطاع غزة لكن يظهر من خلال السقوط الكبير في الجيش الإسرائيلي سواء من القتلى أو الجرحة بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم على الأرض بل وتقوم بتفخيخ المنازل وتفجيرها بجنود الاحتلال الإسرائيلي وإيقاع قتلى وجرحة في صفوفه بعد مرور هذه المدة الطويلة من المعارك لا سيما في المناطق الشمالية في قطاع غزة التي كانت من أولى المناطق التي تم استهدافها بالقصف الجوي والمدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم التوغل البري في تلك المناطق واليوم نحن نتحدث عن تمكن فصال المقاومة الفلسطينية في المناطق الشمالية وبالتحديد فئة الشجاعية من إيقاع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة